من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينقرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والتي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله زي ما قلت أن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان وهانذا أقول أن الكلام عن الزكر فعلا بدأت أشعر أنه بيزود الإيمان الكلام عن الزكر لله سبحانه وتعالى الكلام عن الزكر لله زكر لله سبحانه وتعالى وكان آخر حديث ذكرناه في الحلقة الماضية قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الزكر كلنا يشتهي أن يدخل الجنة نتمنى ونشتهي ويعني بنتمنى أقصى أمانينا أن ندخل الجنة دايما يقول تجينا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هذه الجنة أنا شايف إنها حاجة كتل جدا يعني سبحان الله لي كتاب أسأل الله أن ينسر إتمامه اسمه مذاقات روحية أصل اسمه جنة الدنيا أصل اسمه جنة الدنيا أكلم فيه عن مثلا أول باب من أبوابه ويكلم مذاقات روحية بيكلم عن أعمال القلوب ومقامات القلوب فأول عمل من أعمال القلوب طبعا التوحيد فبقول إن التوحيد جنة قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء ومتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوياني مثلا الحمد لله التوحيد جنة بص للمثال ده واحد عايز يرضي امراته وعايز يرضي المجتمع وعايز يرضي الناس وعايز يرضي صاحب الشغل وعايز يرضي نفسه وشهواته وعايز يرضى أمه وعايز يرضى حماته وعايز يرضى أبوه وعايز يرضى حماء وعايز يرضى أخوه وعايز يرضى نسيبه طب يرضى مين في دول وكل دول يعني اللي يرضى أمه ما يرضىش حماته أكيد واللي يرضى امرأته ما يرضىش أمه أكيد واللي يرضى أبوه ما يرضىش حماء واللي يرضى الشغل ما يرضىش نفسه هو في الآخر كل ده مش راضي متقطع عشان يرضي دا ويرضي دا ويرضي والآخر محدش راضي ايه الفرق بقى بنده وواحد همه رضى ربنا وسواء بقى امراته رضيت ما رضيتش انا دايما اقول ان السعي دوما لارضاء المرأة يفسدها قال الله يا ايها النبي ليه ما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك ان كان ربنا في هذا ان انسان يحاول دايما يبقى في دماغه ارضاء المرأة دا دي مشكلة لم ترضى وان رضيت فتطغى فلذلك بنقول ان الجنة انك تبقى ترضي الله بس واذا ارضيت الله سيرضي عنك كل هؤلاء سيعينك على ارضاء كل هؤلاء راضوا راضوا ما رضيوش المهم ان ربنا يبقى راضي الشاهد ان الجنة دي منها الجنة بقى في حياة كتير لما نجي نتكلم عن حب ربنا جنة جنة يا سلام لو ربنا يحبك ياه لو ربنا يحبك قال الله في الحديث القدسي فاذا احببته كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذن يبقى الانسان لو هو سعى في ان ربنا يحبه وربنا احبه يبقى عايش في جنة واكد اعمال كثيرة جدا هي جنة الدنيا منها ذكر الله بالنص الصريح غياض الجنة تشوف احنا عندنا كم شجرة في الستوديو ده عاملين قوة خضرة جميل هي دي اسمها رياض روضة روضة خضرة من هنا وخضرة من هنا وخضرة من هنا الخضرة دي روضة روضة هي دي الرياض مش هي دي ولا هي دي رياض الجنة لان احنا بنذكر الله رياض الجنة اللي تلاقي فيها بقى مش بس خضرة دا انت تلاقي فيها بقى تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وصلاة على النبي ودعاء كل واحدة من دول روضة روضة يانعة من رياض الجنة عشان كده قال اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا اذا لقيت قيلة ما رياض الجنة قال حلق الزكري اذا لقيت حلق لذكر الله اعد اجلس فارتعوا اغتنم اذكر رياض يعني اليانعة انك انت تقطف من هنا زهرة ومن هنا زهرة ومن هنا زهرة وتاخد من هنا حاجة جميلة هي رياض الجنة مليئة بالخيرات والبركات مليئة زي ما بنقول كده انك تقعد مع دول تسبح شوي ومع دول تهلل شوي ومع دول تصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم ومع هنا تسمع حديث سيدنا النبي ومن هنا تعلم كلمة عقيدة ومن هنا تقرأ آية قرآن ومن هنا تفهم تفسير قرآن رياض حلق الذكر نسأل الله ان يذكرنا به فلا ننساه وفي الترمذية ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه قرنه دايما يخوفك اوي لما نقول يقول الله عز وجل اولئك هم المؤمنون حقا تخوف من جهة اولئك هم المؤمنون حقا يبقى في ناس مش مؤمنين حقا مؤمنين بالباطل عشان كده يخوفك لما تسمع حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن بأهل القرآن اللذين هم ايه اهله بأهل القرآن الذين هم اهله يبقى فيه اهل القرآن مش اهله واهل القرآن الذين هم اهله هنا برضو ايه ان عبدي كل عبدي يبقى في عبد بس مش عبد قوي عبد نص نص وعبدي كل عبدي تصنيفات عجيبة تخوفك يا ترى انت عبده كل عبده يا ترى انت من المؤمنين حقا يا ترى انت من اهل القرآن الذين هم اهله الامر دي هي اللي بتخلي الانسان يسيء الظن بنفسه يا ترى انا ولا مش انا منهم ولا مش منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاقن قرنه او قرنه يعني ملاقن من الاقران اللي هو من قد بعض يعني لما يكون بيقاتل ويحارب واحد ند له يوم يذكر ربنا في الوقت ده عشان كده ابن القيم لما بيتكلم عن الحب في كتاب طريق الهجرتين فيقول وما حكوا هذا الحال احنا قلنا في اول الحلقات دي ان اسرع طريق الى الله طريق التعبد واغلص حجاب بين العبد وبين الله الدعاوة الدعاوة الادعاء ان الانسان يقول انا بحب ربنا ده الدعاء عشان كده يقال انها جرت مسألة المحبة في موسم الحج فقال احد السلف كفوا عن هذه المسألة ان تسمعها القلوب فتدعيها الدعاوة كتير يقول انا بحب ربنا يقول انا بحب النبي يقول انا بحب القرآن يقول ادعي الكل يدعي واصلا بليلة وليلة لا تكروا لهم بذاكة قول انت بتحب يا عم قول وحد في حرق على الكلام قول يقول انا بحب ربنا ماشي عم حب ربنا لكن الحقيقة فين فقال ابن القيم يقول لي وما حكوا هذا الحال في سلاسة مواطن ان يكون الله اول ما يهجم على قلبك في كل حالة اي حاجة محتاجها اول حاجة تخطر على بالك يا رب هم نقول كتير ان احيانا الواحد يجيب شوية صداع اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلا مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم اني اسألك لي ولجميع المسلمين والمسلمات العافية اللهم اعلي مرضى المسلمين الى العافية ومسحهم بيمينك الشافية يا رب والواحد يجي له شوية صداع اول حاجة تخطر باله ايه الاسبرين صح لكن المحب اول ما تجي له الصداع اول حاجة تخطر باله محبك يا رب بس واحد اتزنق في قرشين سلف اول حاجة يقولها ايه استلف من مين استلف من مين اللي يديني دلوقتي المحب ما يقولش كده يا رب انا محتاج قرشين سلف يا رب دبرلي الامر ده لان انا مش عارف اعمل ايه وهكذا ان يخطر الله على بالك ان يهجم الله على خاطرك عندك كل حال ال ايه وان يكون الله اخر ما يخطر على بالك قبل النوم واول ما يهجم على خاطرك عند الاستيقاظ اخر حاجة وانت بتنام الله بتقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفر الله صلى الله على النبي محمد اخر حاجة على لسانك ربنا واول ما يقوم النوم الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وليه النشور اخر حاجة تخطر على بالك اول حاجة الشاهد ايه ان الاحوال دي ما تجيش بالدعاوة بالادعاء يعني ما تجيش بالتمني ما تجيش بالكلام وانما الاحوال دي تيجي بالعمل والاحوال دي ما تجيش بالعمل اللي بيعمل كل فترة مرة لا ده تيجي لللي ملازم ملازم للعمل لله اللي دأبه ان يعمل لله وقاعد بقى بالسنين الطويلة يعمل يرزق مش في يوم وليلة اللي بتيجي بعد معاناة طويلة الشاهد ابن القيمي وليه هذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل بين الزاكري والمجاهد احنا قلنا ايه حديث سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاه عند مليككم وخير لكم من من انفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ايهما أفضل الزاكر ولا المجاهد يقول ابن القيم هنا فإن الزاكر المجاهد أفضل من الزاكر بلا جهاد وأفضل من المجاهد الغافل والزاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل يبقى القضية وذا هيكي الكلام ده قدام إن كل عمل فيه ذكر لله أكثر يبقى هو أفضل يبقى الصلاة اللي فيها ذكر أكثر أفضل من الصلاة اللي فيها ذكر أقل يعني واحد بيسبع عشر تسبحات في الركوع والسجود أفضل من اللي بيسبح ثلاثة صح ولا لا واللي بيسبح ثلاثة أحسن من اللي بيسبح واحدة واللي بيسبح مية بقى أحسن من اللي بيسبح تسعة وتسعين كلما كان الذكر أفضل أكثر كلما كان الحال أفضل يقول ابن القيم فأفضل الزاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الزاكرون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء الفلاح وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذكروا الله ذكرا كثيرا وقال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي كثيرا وقال تعالى فإذا قضيتم مناشكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر ففيه الأمر بالذكر بالكسرة والشدة اذكروا الله ذكرا كثيرا الكسرة كذكركم آباءكم أو أشد ذكر الشدة يبقى في الشدة وفي كسرة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله كانت عليه لا له وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله يبقى حط ده قانون في حياتك أن أي لحظة أي لحظة في عمرك من ليل أو نهار على مدار الساعة أي لحظة غفل فيها العبد عن ذكر الله كانت هذه اللحظة عليه لا لا إذا كنت حتى ساكت ما بتعملش معصية ما بتعملش أي حاجة هتبقى دي خسارة زي ما قلنا كده كل لحظة صندوق بتحط فيه خير سبحان الله اتحطت فيه وتشال الصندوق لا إله إلا الله تشال الصندوق ساكت الصندوق فاضي تيجي يوم القيامة تفتح السندي لما تلاقيه فاضي يا حسرتي تتحسر تبقى زعلان أنك تتحسر تتحسر أنه صندوق فاضي وبدت تقدر تضع فيه خير قال بعضهم لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرر عنه لحظة واحدة لكان ما فاته أعظم مما حصله وهو ذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر فيها ربه إلا تحسر عليها يوم القيامة وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس تحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها أوعى تمر عليك لحظة بدون ذكر يبتقرأ قرآن يبتستغفر يبتسبح يبتصلي يبتصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم تأمر بمعروف تنهى عن منكر تذاكر مسألة من مسائل العلم وهكذا ما تعدش فاضي نهائي لا ليل ولا نهار أي وقت مر عليك في غفلة فستتحسر عليه حتما اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة والندمة اللهم ذكرنا بك فلا ننساك فلا ننساك واجغلنا بذكرك في المحيا إلى الممات آمين أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع